موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت منذ ما يقارب العامين وأهالي ما يعرف بالبلدية المتحدة في جنين يقدمون اعتراضاتهم ويحيون اعتصاماتهم احتجاجا على بلدية الدمج التي تضم قرى سيريس والجديدة وصير وميثلون ويرون في الدمج طمصا لقرىهم وبلدياتهم التي اعتادوا عليها ونشأوا على تاريخها بدنا لازم نفصل المتحدة بالناشية احنا بدنا بلديةنا بلدية ميثلون لأنه هذولا بضحكوا علينا ضحوك بعدين هاي المشروع هذا مشروع الاندماج هذا مشروع صهيوني لان بقوله بصراحة مشروع صهيوني شانيخ في أسماء الكرة الثانية ما فيش عندنا كرة إلا هل الكرة هاي بس هذا خطأ إذا بدهم مش ردوا علينا منصبح مشروعين هنا بالشمس ما حدش طل علينا هذا يعني عيب أصلا جماعة اختارية وجماعة جايين من قضى جينين ما حدا سأل عنه لجنة أهالي ميثلون وبعض وجوه القرية افترشوا اليوم باب رئاسة الوزراء منتظرين أن يجيبهم أحد أو يطل من الباب الموسد فرجا طال انتظاره صرنا السنة ونص إحنا مع طردين وما حدا سامع لنا ووزارة الحكم المحلي راميتنا على جنب وكأنه ما فيش اشي اي نعم وعدونا وعود كاذبي وأجل الوزير لا بميثلون وأوعدنا برجوع بلدية ميثلون وما صدكش معنا المعتصمون من ميثلون أكدوا على تصعيد احتجاجاتهم في حال لم يلقى مطلبهم أذنا صاغية وأنهم سيتوجهون إلى السفارة الدنماركية في الأسابيع المقبلة بصفتها الراعية لمشروع دمج البلديات من أمام رئاسة الوزراء في رام الله كينان عيسى لتلفزيون القدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر